عشان ارضي الجمهور اخد قرار مفيش حد يباخد قرار في منظومة رياضية عشان تأسيل جمهور برضا عشان محدش بيزعله مني فيهم در بتعاين مؤخرا في الدورة المصري عشان جمهور عشان الجمهور بس على خلاف مع ادارة النادي بس تعاين عشان الجمهور بالضبط فعشان كده بقولها كريم حاجات كتير جدا 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 غير النهاردة يا كريم حتى مع احترام يعني حتى التعليق في المباريات بقى بانتماءات بقى بانتماءات ممكن النهاردة اعداد بانتماءات برامج رياضية ممكن بعض البرامج انا مش طالع اقول الهدف من المباراة لا انا طالع عشان اركب التريندو وادحك بس اقولك بقى حاجة في قصة الاعلام الرياضي بفرصة ان احنا فتحنا مواقع دي عشان اعرف انت بتحب تفطفط في القصة دي ما هو بصراحة برضو الاعلام الرياضي مش بجمع ولا بقلل ولا حتى بقيم ولا بحلل سوار بش تغلى على منتج المنتج نفسه بتاع الكورة في عوار كبير في مصر عوار كبير انت بقى لو ديتني منتج شبه المنتج مثلا بتاع الدول الاسباني بتاع البريميري او منتج حلو مش لازم نوصل للليفت ده غزبا عن اي حد بيطلع على الشاشة هو هيتكلم على متعة الكورة بقى النهاردة والبتاعه لكن انا بقولك عن تجارب في ناس بتطلع تقول طب انا هقول ليه علمطش ده مفوش اي حاجة انا احتلم احتلم ده اه فهم لكن انا بقولك علي ايه اللي في ناس ممكن بتطلع يعني انا برضو مش عايز سود الدنيا بس في ناس ممكن بتطلع عشان في الاول والاخر انا ما بحبش كريم مع ان الكريم كويس جدا بس لا والناس كلها قيلة كريم كويس بس انا هطلع لا هقول كريم وحش انت عايفة على فكرة مش اختلف معاك بس انا اقصد ايه هفضل برضو اقول ايه انه اخر جزء في الحكاية كلها زي ما اكلم اقول لك ايه العلام الرياضي هو اللي مبوق هو اللي مصلح هو اللي مش عارف ايه اهم لا اهه هو الاعلام الرياضي هو في الاول ناوقف في استثناءات زي ما انت بتتكلم طبعا بس الاول ادي منتق ناديف المنتق ده يجي منين بقى من الناس اللي هم صحاب الكورة مين صحاب الكورة تحاد الكورة العندية مجالس الإدارات المدربين هنا بقى دول صحاب الكورة اه انت بقى في شغل انتك في اعلام الرياضي انت بس ناقل اللي بيحصل هنا في خلل وفي عوار كامل انت عارف يا كريم انا اقولك الحاجة بذكر التعليقات والحاجات اه بلاحظة تعيين الكابتن ايه بجرال اخلي بالك انا بقعد ما بتزلش كتير فبقعد تتفرج واشوف التعليقات اما تعين في التحاد الكورة اما عملوا خبر تعينه اه القرار نزل وراحهم قفلين التعليقات اه على السوشال ميديا انت منزل معي مدرب ومش عايف تحميه او مش واصق فيه او مش واصق في القرارات شوف انت مثلا مثالف مثالف دي برافا عليك دي بداية فشل لأي مدرب صحا اما انا النهاردة مدرب ابقى حاسس اللي انا جاي اشتغل وانا مش مرغوب فيا لا والمسؤولين عني مش واصقين فيا اصلا الناس بقى تبص لك اصل الكابتن اهب لعب وعمل ودرب فين واشتغل هي مش قصة قصة كده قصة النهاردة قبل ما اشتغل اه انا خلاص جايلي احساسا للمسؤول معندوه الثقافية اه اه بصك كريم اه موضوع عميق ممكن اعود صحبا بس اللي اتمنى قبل اتمنى بجد اللي زي ما انت قلت يعني انا النهاردة بتفرغ على الهلال والنصر حولك ايه يعني. ما تقوليش بقوس وما تقوليش حصل الفارق الماديات والنقل والبتاة. نا ما احنا بنصرف برضو. هنصرف. هنصرف احنا بنصرف مصاريف جبرة في قورة. هنم مشكلة لو كنا نصرف. مصاريف جبرة في قورة. نصرف على الارض لاسفل. اقدارات الانديها بتصرف للأرض. نتمنى ان شاء الله التوفيق الفترة الجاهدة.